من الدكتور إدريس القنبوري إلى الوزير عبداللطيف وهبي الملك لا يحتكر الشأن الديني ووجود الفتوى من وجود إمارة المؤمنين تحت هذا العنوان نشر موقع هوية بريس مادة جاء فيها تفاعل الدكتور إدريس القنبوري مع خطاب عبداللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة خلال افتتاح المؤتمر الجهوي لحزبه في جاتم الراكش آسفي يوم السبت الثالث يونيو 2023 حيث قال وهبي في ذات اللقاء بأن احتكار الملك للمجال الديني أنقذنا من الشيوخ والفتاوي وكتب المحل الأسياسي المغربي معلقا على هذا التصريح نود لفت نظر معالي الوزير إلى وجود الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء المنشأة بمقتضى ظهير يعود إلى 2004 وهي هيئة منضوية في المجلس العلمي الأعلى الذي يرأسه أمير المؤمنين مهمتها إصدار الفتاوى العلمية وهي مكونة من الشيوخ وأهل الفتوى ووجود الفتوى والسمرارها من وجود إمارة المؤمنين ويتعكس اختيارات المغرب كما أنها تعبير عن شرعية هذه المؤسسة الدينية التاريخية العارقة وأضاف القنبوري كما نود التنبيه إلى أن إمارة المؤمنين لا تحتكر الدين لأن هذه العبارة قد تفهم خطأاً بل تشرف على الشأن الديني وجميع الفتاوى تتم تحت نظرها السديد أما ما يسمى فتاوى خارج هذه المؤسسة فأمر لا يعتد به ولا يلزم أحداً وأظن أن السيد الوزير يقصد الجانب الثاني في كلامه حتى لا يحمله الناس ما لا يحتمل ليعاقب في ختام تدوينته له على حسابه بالفيسبوك بأن تعديل مدونة الأسرة لن يخرج عن إطار الفتوى الشرعية فالفتوى باقية ببقاء إمارة المؤمنين وبقاء الإسلام ويوم تزول يزول ويوم يزول تزول فهما زميلان يزولان معاً ولن يزول إلا بإزالة ولا إزالة اشتركوا في القناة